أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محبة الله رأس الأمر وعموده هي خير زاد نلقى به ربنا محبة الله هي خير شافع ومشفع تصدر العيب ويغفر الله بها الذنب إذا سكنت محبة الله في القلب رأيت صاحب هذه المحبة خائفا وجلا من الله يحجم عن الحرام يخاف أن يقع في مخالفة يغضب عليه حبيبه إذا أحبك الله فاعلم أنه يقبل منك الزلل ويفتح لك باب التوبة من الأمر الجلل أحب الله سيدنا موسى فقبل الله عز وجل منه أمورا لأنه أحبه قبل منه فوكزه موسى فقضى عليه وقبل منه فأخذ برأس أخيه يجره إليه وقبل منه وألقى الألواح وفي نسختها هدى هذه أشياء وقعت من نبي من أولي العزم ولكن لما سبقت محبته عند ربه وأحب ربه قبل الله منه هذا هكذا تصنع المحبة كيف لا تحبه وأنفاسك منه كيف لا تحبه وأنت لا تتحرك على ظهر هذه الأرض إلا بحوله وقوته كيف لا تحبه وخيره إليك نازل وتقصيرك إليه صاعد وهو يقبلك وهو يصطرك لذلك قالوا المحبة ساترة لكل عيب غافرة لكل ذنب بدأ ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بمحبته لعباده حتى يتودد إليهم وحتى تشرح صدورهم للاقتراب من ربهم ومحبة ربهم فبدأ بمحبته فقال يحبهم ويحبونه ولم يقل يحبونه ويحبهم والجزاء من جنس العمل ولكن بدأ بمحبته تودداً لعباده وفتحاً لهم لأبواب الكرب وأبواب المنح وأبواب الذكر والعباده عندما تنظر إلى يوم القيامة هذا اليوم العظيم الذي تقترب فيه الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاماً على حسب أعمالهم الملك يومئذ الحق للرحمن ولم يقل الملك يومئذ الحق للرحيم لأنه يريد رحمة عامة تشمل العصاه وتشمل من استهوتهم الشياطين فوقعوا في المعاصي والكبائر هو يوم عندما نعلم أن الله يعاملنا برحمته جميعنا يطمع في رحمته في هذا اليوم الملك يومئذ الحق للرحمن لم يقل الحق للرحيم حتى نطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المحاب سيد الخلق دلنا على الخير ودلنا على الشر لنجتنبه دلنا على الخير وما ترك باباً إلا بينه ودلنا على الشر وما ترك باباً إلا ونهانا عنه صلوات ربي وسلامه عليه أحبه الصحابة وعظموا شأنه يقول عروى بن مسعود والله لقد رأيت كسرى وقيصر والنجاشي ورأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحداً يعظم مليكه كما يعظم أصحاب محمد محمدة كذا يقول عروى ابن مسعود عندما رأى محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا رسول الله محبة الله ومحبة الرسول هم زادنا للقاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة